مساء الخير يا برج الميزان. آآ لالقراءة العاطفية. ويارب تكون تنولي عليكم ان شاء الله. انخش على الطاقة العامة. برج الميزان انت في طاقة الاختفاء. واعادة آآ النظر في امور ممكن. وممكن تكون مختفي عن الشريك. او الشريك هو اللي مختفي عنك. آآ ولكن يمكن ان يكون برضو خيبة امل. مسلا. بتيش خيبة امل. ممكن. آآ آآ الشريك كده تقطه آآ جامد عليك قوي. او جامد عليك. ومصدر لك وش مش نطيف. ويعني مسك على مشاعره. وقافل مشاعره عنك نهائي وانت فعلا بتغيير زي ما بكون زعلان او مش فاهم هو ايه اللي بيحصل. فعايزين شوف طيب ايه اللي بيحصل هنا بعد. آآ طيب. برج الميزان مبدئيا كده الشريك قاصد انه يعمل كده. قاصد انه يمسك عليك. لان طاقته حاليا الامبرور. والشخصية دي شخصية مش سهلة. وشخصية مش مش سهلة ومش لطيفة لا. يعني هي مش سهلة عموما. شخص بياخد قرارات حزمة وتواضي. يعني هو قرار قرار. قرار بالرحيل بقرار بالرحيل. قرار بالزواج بقرار بالزواج. من الاخر. ممكن تكون بتتعامل مع حد من برج اسد حود وحمل. انا ماشيين دلاتي في الطاقات يعني اقول لكم. فشخص مش مش زار. وما بياخد قرار بياخد قرار ما بيرجعش اصلا فيه. اا في المقابل انت في طاقة ازا بتطاقة اا اا تعب نفسي وشاعر بيخيبة امر. جول الناس ماشية من المكان وهم مش حتيب. بس هم مش عارفين يخشوا البيت من البرد بس رجليهم يعني بازتو حلهم بالبلع زي ما بيقولو. كانت شاعر باليتم. ما شاعر ليتم كده. كأن او كأن حد اا كمسلا شخص لقدر الله يعني ربنا بعد عن احد. توفى عنه قبيه. بالضبط كده. انت كنت بتعتبر الشخص ده زي والدك. بالضبط زي والدك. وبتستشيره في او امورك لانوه شخصية فعلا شخصية يعني قوية ممكن تكون علاقة زواج ممكن تكون علاقة زواج والشخص ده اخد قرار بالانفصال كده بدون رقعة فانت شاعر بان ما بنيته في سنوات وسنوات انهدم وخبت امل علي قوي 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 وشاعر باليوتم شاعر باليوتم تب نبدئيا كده انا عايز اعرف هو ليه خط ده القرار ده ممكن يكون هادا القرار ده يعني من وحي خيالي على فكرة هو مستقوى عليك اوى زي ان يكون قصد بس اني مستقوى اه ده افصال شخص ده اا لو كانت علاقة عاطفية فهو حابب انه ينفصل عنك لانه حابب يبقى سنجل من الاخر واخد قرار بجد مش هزار فعلا قرار بجد وشاعر بان ده الحكم الصح وام ده كان اللي مفروض يحصل هو شايف ان ده اللي كان المفروض يحصل من الاخر وهو عايز يبقى سنجل انما لو هو متزوج يعني انتم متزوجين في علاقة زودية فممكن يكون عينه على حد تاني من الاخر كده وام عايز يروح يتزوجه بقى وشاعر ان الشخص التاني ده هو اللي حلو يعني عشان كده قافل على الموضوع خالص عايز يفعل على الموضوع خالص واخد قرار سريح يعني لكن هو نجمد مشاعره اوي عليك اوي 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 لو برج حمل فده الطبيعي يعني من برج الحمل وانت انت انت شاعر بان في شيء هدم في شيء هدم تقعبان جدا يعني ممكن تكون من كتر الزعل بتبقي مرة واحدة جدا تلاقي نفسك عيض بدون اي هدف يعني مش هدف يعني لا لما بتفتكر مثلا مرة واحدة فب هو شايفك ازاي في الوضع الحالي شايفك ان انت تعبان بص بقى يعني بص الرجل ده جبروت انت ممكن تكون عملت حركة اذا عاليته منه اذا عاليته يعني اذا عاليته منك ممكن تكون عاملت حركة افاش عليك. ممكن ممكن مش ممكن لقى ليه ممكن. اام شايفك ان انت تلت عد بان جدا 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 يمكن تكون يعني محسسن بان هو لو علاقة زوجية وانتو بتشوفوا بعض في البيت فانت ما بتنامشي معه في نفس الاوضة وتعبان وزي ما تكون مش بتترجاه بتقول له طيب يعني نعيد نعيد تاني نعيد حاجة قالك لأ انا واخد قراري انا هزا نشي لو سباحتي سيب نمشي بص انت شايفوا ايه انت شايفوا زي الصن زي الصن دي دي بقى لانا هتاكد لانا دي اللي انا هتاكد لانا حال هو مع طرف تاني ولا لا طبعا لو متبطين ممكن يكون عايز يخلع من هزي اللاقة دروا الحاجتات بقول يخلع دات يخلع انت شايفوا ان هو آآ قرر الرحيل مرة واحدة هو بالزبط كده ده اللي حصل مرة واحدة عمل لك الوش ده بدون ادنى سبب بدون ادنى سبب انت ممكن تكون ما عملتوش حاجة عشان كده انت تعبان قوي انت بتقول له ايه اللي حصل وقرر يمشي بدون بدون ابلاء اسباب لوحده كده ممكن يكون عملك بلوك لان على اه ممكن يكون بالزبط ممكن يكون عملك بلوك وبصص لحاجة تاني انت شايف ان هو بصص لحاجة تاني ومتكبر عليك ممكن يكون مفردش عليك لما تليجي تكلمه عشان كده او شايفك ان انت تعبان انت ممكن تكون مع عبتله مسجد تقول له ليه عملت معي كده ليه نصل بيبين له يعني ان فيه فيه مشكلة انا تعبانة او انا تعبان تتكلم معي كده ليه اخي او شايفك ان انت تعبان من غيره ولكن هو مستمر في تحركاته قد ايه الخطة اللي ااخدها الخطة دي انا مش حباها خالص اه الخطة اللي ياخدها الشخص ده لو زوك حيطلق هيكسر قلبي لان هنا كرت المقزونة وانت هتوافق على الطلق ده لو زوك وفجأة كده قالك انا عايز اطلق طب ليه عم طب ولادنا الولاد الولاد حرام عليك اهم طفل فيه بنك اطفال انت عايز يطلق ليه انت عايز يطلق ليه ليه عايز يطلق valt ده مستقوي قوي. ده عايز ياخد قرار للانفصال في اسرع وقت. في اسرع وقت. وممكن يكون بس ده الشخص ده انت ممكن تكوني عارفة واحد بس انا اقول لكم على سيناريو ظهر لي فجأة كده. ان شخص ده متزوج مش بيدي. ات اوكي? تمام. وقرر مرة واحدة انه ينفصل عليك. ليه? عشان هو شاف ان اللي حصل بدكو ده الظلم لعيلته. وقال لك انا اسف جدا انا مش هينفع كامل معاك. وقلت له حرام عليك. طب واللي بالنا طب تقال لك لا انا عايزي نشي. اهو سمحت. عشان كده هنا في علاقة السهلية. في زوجة. هي. في زوجة. في زوجة. في زوجة. في النص هو شايفة ان هي ظلمها. شايف ان هي ظلمها. الزوجة دي ممكن تكون برج طرابي او ناري. وآآآ ممكن تكون اي زوجة دلتة. وممكن تكوني طرف عادي ارتباط. فقالك مرة واحدة كده انا ماشي. انت شايفا ان هو عمل الحركة دي عشان عياله. عشان هو عنده طفل عنده بيبي. وقرر ينسح من هزي العلاقة لانه فكر كتير قوي وحاس ان هو متكتف. مش عارف يبقى معاكي ولا معاك. انا بقولك ده متجاوز. راجل متجاوز. ممكن تكوني اكتشفتي من متجاوز. عشان كده عشان كده انت ماشي. متعبانة جدا. القرار اللي انت هتخديه ازا اا اا رف انت وده قرار حكيمة كده ازا رف انت بس ممكن يكون مقزونة. بتكونوا متجاوزين كزباد في السر. بس انا هخليها برضو على علاقة عاطفية بها تبقى انتصاب برضو. بالزبط. بالزبط. انت هتكرري ان انت تقفلي الشبطر. بكل بساطة. الشخص ده مش قابل منك اي عروض. خالص. تقدمينه عرض? لا. وحتى هو لو قدملك اي عرض مش هتوفت. اصلا. وقررت ان انت تجملي مشاعرك وتقفلي العلاقة دي خالص. انت او انت زوجة قررت تترحم. لو هي زوجة. لو هي زوجة فهي اا خايفة من جزها. اهو بتفكر في جزها. فكرت في جزها. راجعت نفسها. وقالت ان انا اللي بعمله ده حرام وعيد. حرام. ان انا اكون مكالم رجل من جزها. انا فيه في علاقة زوج في الموضوع. بس لو مش علاقة زوج غالص ورطباط. فالشخص ده عنده طرف تالت. وحاسس ان الطرف التالي ده تظلم مع. وكرر ليهن معك انت. وانت حاسها بانك قدمت له عروب كتير اوي ومش واضي. وبصص لحاجة بتعميله. فهتقفلي الشابطة ده خالص من حياتك. شايف العلاقة دي بينكم ازاي? شايفها العشر صيوف. على فكرة الشخص ده. هقول لكم الشخص ده على فكرة من بره بيظهر ان هو مية مية ولكن من داخله يظهر العكس. ايوة بصبت. الشخص ده تعب من حوار العلاقة السلسية دي خالص. وقال لك ايه بقى? لا يمين ولا شمال. انا تابت. انا مرة هنا ومرة هنا. انا تابت. تابت خلاص تابت. تابت من زوجة فيها اولاد ومع واحدة تنين. او تابت من واحدة شاب بعادي مع اتنين. فتابت. وحاسس ان العلاقة دي كان فيها مش ضعنات. كان فيها الام. مش عارف يوزن لسه هو تعبز. واحد دام على الارض تعب خلاص. جاب اخره. وجاب اخره. وعايز استريح. ويرحل بقى. يرحل. فقرر الرحيل. انتي شايفة ان العلاقة دي كانت يعني كانت علاقة كلها استقرر عشان كده انت زعلانة قوي. وهو قلب عليك. قلب عليك مرة واحدة او قلبت عليك مرة واحدة. يعني مرة واحدة كده هتقلب عليك. ويقول لك انا انا عايزة مشي. يا بنتي تي مش قلتي انك انك مسلا مش حب الوضع. لا لا لا. انا عايزة مشي. فائت كده مرة واحدة او فائت مرة واحدة. اه. بالزبط. ايوة ايوة. ايوة. كده كنت ايوة. تشعر ان العلاقة دي كان فيها كان فيها حاجة حلوة قوي. كان فيها كان فيها كل حاجة. حرفيا. لو زوج بقى صح زي ما انا قلت كده زوج ابا كان موفر لك كل حاجة. الزوج ده كان موفر لك كل حاجة. وكان عاملك استقرار وكل حاجة كان عندك. كل حاجة كانت فيه. انت كنت بتحبيه قوي. قوي. مش حب طبيعي يعني. كنت بتبدليه شعور رائع يعني. هو كمان كان شاهد معك الاستقرار. لكن احيانا الانسان ضميره بيصحى. هو ضميره صحي. بالزبط. ضميره صحي. فجأة. وحس ان هو ظلم حد معاه. ومتجئ ليه? ايه علاقة صليصية. فيه طرف ثالث في العلاقة. لو انت ما تعرفتش. ولو ممكن يطلع متزوج. وانت مش كنتش من جوزها الحاجة. انت في علاقة مع حب. متزوج وعند طفل. وكان مخنوق جدا من. ممكن يكون كان بيكلمك عالطفل ده كتير. يقولك انا خايف ازليمه انا وانت. طب النصيحة ايه بقى يا برج اللي زياني? النصيحة بتقولك ايه? النصيحة بتقولك ارجوك انزور الى الامام وارحل من هزي العلاقة. بص الكارت ده مش شبه الكارت ده بس في حاجات مشتركة اقولك ايه. العلاقة دي كان فيها استقرار. صح? مش هكدب عليك. وكنتش اعرفيها بقى انك الكنك. صحة برضو مش هكدب عليك. ولكن احيانا كثيرة لازم نرحل من العلاقة دي. لازم. في شيء ناقص في العلاقة دي. ايه هو? الامان مسلا. لان ما يكون شخص متزوج. وعنده عيلة. عمره ما يبقى فيه امان. انا انا مغيب ده. في البيبي. بقى في عيالي. بقى في الزوج. ممكن تكون مراته عرفت على فكرة. انا هزي اقولك المفجأة مراته ممكن تكون عرفت. وقالت له طلقني. وحس ان هو هيطلقه في عيال لا. لا خلاص بقى اتعدل همش اعدل. هي حد حلوة ان الزوج يرجع لزوجته. ولكن في قلبي بينكسر هنا. في ناس شعر ان هي بتموت. بتموت من القلم. وانت بينتيله بيما فيك كفانك تعبانا. فانا صحة بتقولك امشي. حتى لو زعلانا. بصي قدام. حتى لو زعلانا. بمتدايق من اللي حصل بصي قدام. امشي. مش دي العلاقة اللي انت هترضيك. العلاقة دي مش فيها كل حاجة. طب حل فيه. آآ شيء جديد ممكن ينجل برج الميزان بعد العلاقة دي ده. دي حاجة عامة طبعا يا ممكن تتحاول وكلا. اشباعتي يجيوه ليه بعدش جالي. انت هتشيل الالام الماضي هاي برج الميزان. اه خلاص هي فتحت كده. آآ انت ما في عرض جاي لك ولكن العرض متوقف. في حد مقدم لك عرض. شوف بقى دور حواليك. عشان كده كابتك يقول لك بص. بص قدام. بص قدام عشان في حد مقدم لك عرض بس قريبا كده آآ ممكن يكون كان عارف انك في علاقة وخايف. فحاول دي له اي لام حاجة ده. برج الميزان باينة جدا يعني. هذه العلاقة علاقة ما فيش استقرار من ناحية الامان. ولكن انت كنت شايف انت كنت شايف كده. يا ما بنشوف حاجات بتطلع غلط. عادي. ولكن اعلن جيدا ان هذا الطرح. لو بعد عنك. اسمع بقى. بعد عنك. بعدت عنك. تمام? رجل ست. مرة واحدة لان انت شاعر بالغموط. الشخص ده قفل عليك ما يومور من غير ما يقول لك حاجة. اهو. الشخص ده متزوج. عنده علاقة ثالثة. في منها اطفال. اهو. وقرر يستعيد العلاقة القديمة دي تاني. ممكن يكون انت مطلق. ورجع. لو انت ما تعرفش يعني. ممكن تكون انت على علم بذلك. وسابق بقى في الحيرة دي. وعارف على فكرة ان انت كنت تحبه قوي. وسابق. لكن الطرف ده شخص ما عندوش استقرار.